نجريو نيشو نتيريو نغتصو تقدم لكم هذا البرنامج الرياضي أهلاً وسهلاً ومحباً بكم معنا ببرنامجكم الرياضي أسبوعي سبورتان على قناتكم أم غانتكات هذه الحلقة اليوم تنستقبلوا إطار وطني لعب دولي سابق المتخب المغربي موراد فالح أهلاً سي موراد أهلاً سي موراد وسعيد بالحضر معك في برنامج سبورتان مرحباً بك معنا كيف نوصل لك؟ سهلات لك سي موراد حلقة اليوم سبورتان نتكلم على البرنامج لدارة الجامعة المغربية مع الـ OCP وكذلك البطولة وكذلك الليغة الروفزيونية وكذلك بخصوص الـ Centro de Formation سنتكلم على المشاركة الانديا المغربية في الكؤوس الإفريقية نظر على الرجا الجيش والاتحاد توارغا نتكلم في الفقرة دينا بريك تايم على اللاعبين المغربة اللي تألقوا هاد أسبوع في الخارج نتكلم كذلك على الإحاة دي الوليد الرجاجي ونختمو بالبطولة نتكلمو على البطولة لكودة الفودي البطولة اللي بريفو هاد الجماعة إن شاء الله ونسأله بالفقرة دينا إكستراتايم سي مراد دونك غادي بلاشلك سمعتي وشفتي وقريتي مسألة هدي لذي الـ Partenaria اللي تيخص لسنتر دي فرماشون اللي بعد الانديا والجامعة كذلك مع المكتب الشريف للفوسفات بنسمالي إطار وطني أشتيعني هاد النوو واتفاقية مهمة جدا للمستقبل دي الكرة القدم المغربية لأننا أخيرا سنبدأ نتجو لعبين المحليين اللي يعطونا قوة مع اللعبين اللي تزادوا وتكونوا في المدارس الأوروبية بالتالي ستقول لدينا واحدة القاعدة دي الاختيار كبيرة كذلك سنجدوا لعبين الانديا المغربية باش إننا نقاوف المنافسة الإفريقية ودائما نبقوا في القمة لأننا باش ننفسه مقدرناش أننا نبقوا شفنا الويداد والباركور الكبير لدرج مع الأهلي ومع ساندوم ومع دي بي جي الكبار طبعا الحال نقص نديروا لالتغنص لكي برميار بور غاني لتيتر ومع فرميار لأننا نلقوا لعبا في المستوى الكبير مكتب شري الفوسفات مع جامعة الملكية مغربية كورة القدم اتفاقية مهمة جدا هذه تعطي أمل للعبين الشبان لأننا بزيف اللاعبين يضيعون لأن الاندية ما يمكن نحط المسؤولية على المسؤولين للاندية لأن حتى البيجي ديالهم ما كتسمح لهم باش يديروا لالتغنص انتقليكي برميار المسؤولين لأن مثلا الاندية الكبيرة اللي كنت نخدم دي مكتب للمسؤولين للويد دولار رجال جمهور لهم لا يمكن أن يصبر على المسؤولين المسؤولين يذهب إلى الفريق الأول ويجب في المنافسة على الآقاب هذا ضر الاندية في السنوات ونرى الوضعية المالية الاندية الوضعية صعبة ونظن أن هذا مشروع اللي الكرة القادمة مغربية تظن مرض بأن المسؤولين مستعدين لإعطاء هذه الثيقة التي تنشوف في أوروبا تتشوف العيب عنده 16 عام بتي لعب في الفريق الأول 17 عام بتي لعب في الفريق الأول ونحن نشوف بحال القصة دي يمال بعد زمل أنيت معه في الفريق دي البقصة واش تظن بأن بغيما غادين نحيد هذه العقدة من لاعب شاب أخ مراد هي ممكن عقدة بالنسبة لي كمدريب وللعب سابق اللاعب باش يمكن يلعب يتوفر على بعض الإمكانيات بالتالي احنا من ندخل للتكوين سنوجد لعبين بالتالي من ندخل لعب 17 سنة سنة أولى في التكوين الكوراوي كنظر أنه إذا كان كنتوفر على إمكانيات كبيرة رأي كنتوفر على أن تلعب بالتالي هنا في المغرب ليس عقدة عند المدربين ولا عند المسيرين بقدمة هي أننا ما لدينا تكوين في مستوى عالي لإمكانيات التي لا كنت لأننا لدينا كفاءة كبيرة لتكونات خارج المغرب ولا داخل المغرب عن طريق إدارة التقنية الوطنية كيني كفاءة في مستوى عالي غير هما الإمكانيات ما كينيش لأن لترصد الأجر شهري هزيل جدا ما غديش تجيك كفاءة اللي تشتغل معك في الفئات الصغرى بالتالي هذا مشكل مشكل ما يمكننا نحمله لأحد جهة كتر من أنه مشكل مركب وكنضر أن أنا مع بداية تكوين من هنا واحد خمسة ست ست سنوات يمكننا نشوفه صغار فلاش بزاف يمكن نقوله لهم لعبين شب نحن في المغرب أنا كنت كلم على لعب شاب كنت كلم على 20 سنة 21 سنة وبالتالي هذا خطأ ولكن بالنسبة للدور في دينا تنظر أنها أمور عادية هذه فرصة كذلك تكون الأطور الوطنية مغربية أطور المختصة في الأطور المختصة في الأكيب البرمير تلك أن إلا يريد يستفيد الناس الجامعة والناس المكتب الشريف في هذا الأطور تبقى هذه إمكانية كبيرة لكرة القادمة المغربية لأن في الأكيب البرمير لفض قسم وطني حتى في قسم وطني الأول بعد المرات تطر أنك تخدم بمناهج التكوين ملاعبين لأن وصلوا عند البرمير وعند مشاكل كبيرة خاصة من ناحية التكتيكية تلقى مشاكل ومن ناحية التقنية هذه فرصة الأطور التي توجد التكوين أن تنخرط في هذا المشروع عادة والتي سيكون ب إمكانيات المزيانة لإمكانيات لوجيستيكية التي ستوفرها لأندي بشاركة مع المكشب الشريف فوسفات لا كذلك الأمور التي ستحضر بعض المشروع ستكون مستوى مزيان إذن يمكنك تنجح ويكون عندك المشروع على المدى المتوسط والبعيد بشاركة 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 وإدارة تقنية وطنية تنظر أن عندنا بنك المعلومات على الأطور يمكن لها تقدم الأطور التي تعطي بخوفيل المزيانين التي يمكن كل نادي يستفيد منه المتجربة مرة تتكلم على الكوب الأفريكان الكووس الأفريقية كما الأداء فريق رجال البيضاوي فريق الجيش الملكي رجال البيضاوي لفاس بحصة كبيرة فريق التوارغ الملغوز يخرج من هذه البيضاوي وفريق الجيش الملكي قبل أن يتأهل في هذه المقابلات بالنسبة نبدأ بالتيحة التوارغ التوارغ هو الموديل لأن كلب فورماتور داخل على التقافة المغربية لأن الآن يجب أن نأمن بهذا كلب فورماتور لا يمكن أن نأمن بشي بعيد لأن يتعمل على لعبة صغيرة في السن واللعبة التي لم يلقى فرصة أن يخرج للأوروبا مباشرة من أكاديم محمد السادس بالتالي يكون مباشرة في التوارغ لا كذلك في الموصد قبل المشاركة في التوارغ يبقى إنجاز وإن شاء الله نظن أن هذا الإقصاء نخذوه من منظور إيجابي ونظن أن سيساعد الفريق لتطور كمجموعة مباشرة ومباشرة مباشرة مباشرة ومباشرة لتلعب لكاف هذا إنجاز وكنشوفوك تحت تصويق اللاعبين ديالهم لأن تورق الآن كل سنة كنشوفوه أنهولات كتتخرجوش تلاتة اللعابة اللي كتبعهم بتالي كتسافد الوضع الوضع الاقتصادي ديالنا كيتحسن مع مرور ديال السنوات بالتالي هذا موديل اللي خاص مع فضل الأزمال اللي كنعيشه الآن داخل الانديا المغربية في القسم الأول خاص توجه وخاص استراتيجية ديال أننا نعرفو شنو بغينا حتى الجمهور اللي كيدغط على المسييرين خصوه يعرف الحدود ديال نادي دياله لأننا نشوفو دائما ناخدو موديل ديال أوروبا اللي قريبا لنا ما نشوفوش أن ديال كتحتاج على المسييرين دياله حيث كلاسات سانك يام ولا ويت يام ولا ديز يام عارفين الصقف ديالهم عارفين طموحات ديالهم ولكن هناك عمل باش أنك تطور من الوضع اقتصادي ديالك اللي يمكنك يسمح لك في واحد السنة أو سنتين تلعب على مرة شيء متقدم طيب فريق الراجاء البداول ما كانش مفاجأة بنسبالك الراجاء الخصم الراجاء رغم أنه شوه المدريب شوه بعض اللاعبين كتفرج في الراجاء كتشوف أن النظام اللاعب ديالهم أسلوب اللاعب ديالهم بقي محافظين عليه رغم أنك كيبالك أنه كين بعض الخصاص اللي نتكلمنا على غياب دهب ديال مقدام بقى خافيفي خافيفي اللي كيقدم صراحة تطور بشكل جيد مع الراجاء كيبقى أنه فلاكسونترا خاص لاعب اللي عنده جريبة مع خافيفي كيبالك أنه قلب هجوم حقيقي كي نقص الراجاء ولكن الراجاء بلانيماسيون ديالهم كيقدروا ويخلقوه رغم أن الخصم ما يمكنش أننا نحكمو عليه ولكن الراجاء احترم الخصم ولعب واقعية وحصة باش انتصرك تبقى حصة اللي كبيرة كنتمنى أن الراجاء ندعي عن الصوفوف دياله في هذا الوقت المتبقي باش أننا نشوفوا فريق اللي يقدر يمشي بعيد في الشامبيونس ليك حتى نارفو بأن كأسي فريقية ساكون صون بزاف ديال تستهلك بزاف ديال دائمين لحيث كمان بسألت واحد للمشاركة اللي خصك تكون عندك فيها الجهد والصوفل طويل طبعا لحال لأنك تعرف إفريقيا مش هي أوروبا عندك سفرية طوال حتى الحركة ديال الملاحة الجوية بعد مرات ما تلقاش ديالين ديراكت اللعابة كيكون واحدة لعياء كبير بالتالي خصيكو عندك أن يفيك شيف اللي إلاجي شوية باش أنك تقدر في الإصابات تلقاء عناصر في نفس الوزن وفي نفس القيمة بالتالي كنظر أن المسؤولين ديال الراجا والطاقم التقني اللي كيشرف عليهم الآن عندهم تصور ديالهم لأنه كيبا المتفرج العادي أن الراجا محتاج تدعيمات في بعض المراكز باش أنه يمكن ينافس لأنه عنده لعبين مستوى عالي تالي كنظر أن الراجا يمكن يكون منافس قوية السنة في عصبة الأبطال إلا تدعم الصفوف دياله طبعا فرق الجيش الملكي الفوز كان شوية صعيب بالبارح بالنسبة لك هذا الفريق لقى ذلك لانتجام دياله ولا مازال خاصة الوقت بالنسبة للجيش الملكي صراحة أنا شخصيا فريق اللي متبعوا الجيش الملكي ليش فينا نضروع ليه ديالسانوات سانوات وكي تطور هذه واحد خمس سانوات مع عبد الرحيم طالي بدأ المشروع جازفين مع الإطار الفرنسي الآخر المساعد معنابي شفنا على السنة الماضية معنابي كيفاش الفريق ضيع بطولة أنه كان مربعات ديال النقاط على الراجا إحصائية ديالجيش الملكي إحصائية ممتازة هات السنوات الأخيرة كل سنة كنت تطور لمنحية تسجيل الأهداف لمنحية كدلك الدفاعية المناعة الدفاعية ديالهم كان تطور كبير بالنسبة للجيش ولكن الوجه اللي ضاربه البارح أنا مشت مقابلية الداب ولكن الوجه اللي ضاربه البارح صارحة أداء ما كيريحش وما كيعطيش اشتماعينا بأن هذا الفريق يمكنه ينفس على البطولة ولا لف شمبيونس ليك خاصة أنه الخصم القادم خصم المتمرس في أصبات الأبطال اللي هو المريخ السوداني رغم الدروف اللي كتمر بها الشقيقة السودان اللي كانت منه أنهم يخرجوا منها جيش ملكي البارح كنشوفه فريق اللي تائه ما عارفش كيفاش يخلق فرص فضيل تكتو الفريق اللي يجيري في الدفاع دياله ما عطاهمش مساحات بالتالي ردت الفعل ديال المدريف الشو التاني ما كانش شي تغيير جامعة غير الهدف اللي تشجل اللي يخلا الفريق يخرج وخلا ديالس باس اللي ممكن استغل لهم من العبادية الجيش مع العموم تأهل منطقي ولكن أداء يتير الشوكه نحن نقول بمي أن فريق الجيش الملكي باقي ما زال متأطر من الخروج من هاتة تدورة الأفراقية ديال السنة اللي فاتت وما زال مرقاش ديك 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 بالعكس إلا شفنا التعزيزات ديال الجيش الملكي التعزيزات اللي كانت في مستور كبير لإنونغا الدولة الكونغولية اللي لعب منتز وشفنا في الأداء دياله البرح كبير أنه عطا قيمة مضافة لخط دفاع ديال الفارق كانت شوفوا كذلك جول بي اللي يسجل هدف مهاجم ديال تيب بي مظامي عدو ميركاتو كان ناجح بنسبة لجيش الملكي ولكن كنت كلما على أسلوب اللاعب جيش الملكي ما شفناش الأداء اللي كان صنع ماضية مثلا غيف تحضير ديال الهجمة شفنا غياب ديال حريمة اللي كان هو المايسترو ديال الفرقاء اللي كي ديال ربط ما بين الدفاع ووسط الميدان وكذلك الهجوم ما شفناش ما شفنا أمور اللي ما شفنا مواد حاش كنظن أنه خاص وقت بالنسبة لإطار التخني لأنه مني كتجي الفارق كبير ما كانش وقت خصصا أنه انتدا بش كان نفسه عندك الهيستوريك للفرقاء كيفاش كتلعب مع المدريب السابق فرقاء هتكون شامبيون دات فيش شامبيون ما كانش تغييرات كتير كنظن أنه البروجيت يجب أن يبقى هو ونطور منه ونطور منه باللعاب اللي جوني جداد على حساب اللي كاليتي دي أو اللي كاباسيتي ديالهم هفوان بالتالي كنظن أنه لجيش خصصات فاق بكريل لأنه تشيم البارح الأداء منه كي بشترش بالخائب هذين نديروا مرة واحدة الوقفة في الفقرة ديالنا في أول مباراة يلعب فيها الثنائي المغربي سوفيان أم رابط أمير ريتشاردسون أساسياً في وسط الميدان الفريق الإيطالي حافظ على نظافة شيباكو أمام فينيزيا ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري الإيطالي سوفيان راحيم يفتتح الدوري الإماراتي بهدف وأسيس رائعين ضمن الجولة الأولى من الدوري الإماراتي لموسم 2024-2025 وسهم فوز فريق العين على خرفة كان بخماسية مقابل هدف واحد تألق اللاعبين المغاربة مع الأندية الدولية شملحت اللاعب المغربي سوفيان بن جديدة المهاجم السابق لفريق الرجاء الرياضي لقاد فريقه ستاندو الياج البلجيكي للفوز على ضيفه بيرشكوت بهدف نظيف برسم الجولة الخامسة من دوري البلجيكي لكرة القدم مباراة أولمبيك مارسيليا وضيفه ستاندو غيمس انتهى بتعادل إيجابي لقاء عرف تألق الدولي المغربي أمين حارت بتسجيل الهدف في دقيقة 25 في مباراة ماتي عاو كلها حمس تشيلسي كتسح وولفور هامبتون في الجولة الثانية من دوري الإنجليزي بسوداسية الجوج الأهداف بعيدا عن المستدرة هاد المرة النجم السويدي أرمان دو بلانتيس حطم الرقم القياسي للقفز بالزانة للمرة العاشرة في مسيرته بارتفاع 6.26 متر في الملتقى الماسي بولندا وكان دو بلانتيس قبل أيام حقق الرقم القياسي في الألعاب الأولمبية بحيث سجل الارتفاع 6.24 متر شكرا شيمة مراد اللاعبين دينا تألقوا هذا الأسبوع هذا شفنا حاكمي إلياس بن صغير شفنا إبراهيم دياز شفنا كذلك بزاق دي اللاعبة اللي اللي تعبوا في فريق وطن المغربي وشهد شيء هذا تساعد المدرب الوطني بشي حط هاد الليست اللي خاصة تكون في هاد المقابلات جاي إن شاء الله من جوج إلى 10 سبتمبر طبيعة الحال بالنسبة للناخب الوطني السيوال ديالغاري قدموا أنه نهاية الأسبوع ولوسط الأسبوع كيشوف استمرار والتنافس دي اللاعبين دياله إما كيكون عنده وارتياح لأنه غديجو عنده لاعبين في أتم الجاهزية تكلمتي على جميع اللاعبين قريبا إلى ستنينة بخط دفع ديالنا اللي فيهم لاعبين لآن ما عندهمش تنفسية لا نيف أغاد وكذلك سيس الاختيارات ديالواليد في هذا البوست كين داري كين أبقار أبقار هو اللي كان رسمي أمس في مقابلة دياله كان رسمي طائرة اللقع جميع اللاعبين شفناهم مزراوي 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 حاكمية الرسمية ديالو ما تناقش مع أندية كبيرة هذا شيء ممتاز بالنسبة لماش ديالنا لكرة القدم المغربية من اللي كان نشوفه لدينا لاعبين كيلعبوا في أندية كبيرة لا في الدوري إنجليزي لا في الدوري فرنسي كذلك في الدوري إسباني من اللي كانت تكلمه على أخو ماش على زلزولي زلزولي اللي رجع في مسواجي له في الألعب أولمبيا بين أنه مر موحد فترة الفارغ ولكن يبقى قيمة فنية لعب يمكن إيدي الفارغ بالنسبة لوسط الميدان شفنا مرابط رسمية دياله وريشاري سون فهذا ماتش الأخير والدخول دياله مع طمعنا على الفيرون لأنه أول مقابلة ما أول مقابلة ما يستقبلوش أهداف الحضور ديال المرابط رغم أن ريشاري سون رعب واحد قريبا 80 دقيقة شفنا أنه نقدم أداء كبير كبير بزر لعب اللي واعد اللي يخلي الجمهور المغربي أنه يكون لدينا تصور ولينا لدينا واحد سياسة كنشوف منتخب 2030 ديالك كاس العالم بالتالي هذا عمل كبير كتقوم به إدارة تقنية تحت إشراف وريد رقراقي مع السطاف اللي كين كامل وكذلك رأيش الجماعة كنتظر أن عندنا رؤية وماذا تكون عندك رؤية ديال الشغال كتمشي وغتوصل لأهداف ديالك اللي حرف كنتمنا أن نشوف اللاعبين هذو اللي فعلى طالعا أنهم يتحركوا أنهم ينقوا حلول باش يخرجوا الاندية يلعبوا لأن حتى الاختيارة ديالوليد احتيارة تفضل اللي اللي محصور الدولي مغربي الآن بقي ما نطلق ولا تكلم عن الدولي مغربي في هذا يمكن نشوف عنصر أو عنصر وعند جريبة دولية كين إشكال الحمد لله عندنا مقابلات ضد خصوم اللي في المتناول يمكن يلعبوهم درالي وخص سا لأسيس و نيف لأن عندهم جريبة كبيرة وهذا الوقت يكون الضروف يمرون فيها لعبين وجوج الكاليبر الكبار في الكيب نانسيونال خصت الكيب نانسيونال تعاونهم تعطيهم فرصة باش أنهم يرجعون للتالي نفسية لأن الكيب نانسيونال بعد المرات تعاون اللعاب دير و باش يرجع لها في الكيب صح كما شنوح الوقت نسير منيأكد أكد عليه الوليد الرياضي سجل وتخلف دقائق الأخيرة شفنا حاكمي ريشاردسون وهذا المرات قليلة في التاريخ التي نرى جوزة لعبين مغاربين في فرقة بروفيسيونال لذلك هذه المسئلة تبوريز الوتوماتيزم مزيانة من تشوف ريشاردسون ومرابط في أكيب أوروبية تكلمتي على البطولة و الصعوبة للوليد الرياضي باش ياخد من اللاعبين البطولة البطولة التي تستنف هذه الأسبوع تظن مرض بأن الفرق كلهم مستعدين لهذه السنة هذه لا لا أقول صراح لأن الأسنين فرق كبيرة التي بدون استعدادات مبكرة التي تكلمنا عليهم التي لديهم مشاركة إفريقية أو فرق التي لديهم إمكانية تقريبا أكثر من 50% الفرق لديهم مشاكل لديهم مشاكل مادية و في بداية المشروع المكتب الشريف في صفات بشاركة مع الجامعة الملكية مغربي قدم كنظر أن هذه السنة ستكون صعبة حتى من ناحية الآداء والناخ الوطني في هذا دور ما نظر أن يكون لديه قاعدة في الدور المغربي الحدود للحظة أما مع انطلاق البطولة وكذلك الكؤس الإفريقية يمكن راجا بركان هذه الفرق التي مشارك ومتلعب بالسوبر ليج يمكن أن يبانوا عناصر التي يمكن أن يعزون الملتخب الوطني ولكن الضروف الآن التي تعيش البطولة الوطنية نظر أن نصبر قليلا لأن لأن تخرج من هذه الأزمة تدبير إداري ومالي بالتالي غير عكس على ما هو ريادي من ناحية جلب اللاعبين استثمار في اللاعبين بالتالي نظر أن جميع الانشف حتى الانتدابات ديرهم كيف كانت قليلة وانتدابات التي عرفت واحد الشح جودة لللاعبين بالتالي نفس اللاعبين نشوفهم أن يدوروا في فراقي هنا ديما نرجع للتكوين بالتالي نظر أن صعب أن وليد يختار من الدوري المغربي الآن الاندية الآن تدبر الأمور لتخرج من الأزمة وتقول حتى في وضعية قانونية مع العصبة الحترافية لأن بزيف الاندية الآن الأمور الشركة بالتالي نظر أن الجنوان ستتصبر على الاندية لتدعمها لتخرج من الأزمة ستتصبر ستصبر لتصبر مرد المرة في أكستر تايم ونطلق مرة أخر مع شيمة بكة أهلا المراد جولتنا الأسبوعية من أكستر تايم نبدوها مع كريستيانو رونالدو لدخل العالم اليوتيوب وفتح قناة خاصة به القناة نضم لها أكثر من خمسة مليون مشترك خمسة ساعات فقط وحسب شنو كيبان أن الدون سينشر فيها فيديوهات على حياته مع العائلة ديالو ومسرته الكوراوية بما أن نفس الصيف وأجواء البحار فممكن ما تكونوا شفتو بحل هاد المنظر ديالشوبان اللي رسموا ملعب الرملة باش يستمتعوا أكثر بالماتش ديالهم دائما مع المستديرة لكن هاد المرة من المقهى في لوس أنجلوس لكيسمح الزبناء ديالو أنهم يعيشوا تجربة مشاهدة مباراة لكورة القدم كأنهم في المدرجات نسلو جولتنا هاد الأسبوع بمهارات جميلة وثيكنيك أكثر من رائعة لهذا الرجل لرغم تقدم السن مازال كيحافظ على الرشاقة البدنية وصلنا لنهاية جولتنا دياليوم كيف العادة نلقاكم في جولة أخرى توقعوا على خير شكرا شيمة وشكرا كذلك الموراد فلاح اللي كان معنا هنا وكان دائما حديث شيق ونبغيكم تجي تشوفنا أكثر شكرا يا موراد ونكون جيد سعيد باش نكون معاك أخ موراد لأننا كبرنا معاك وعيشنا معاك المصارب لأننا دوزام ونبتالي لجيد سعيد باش نحضر في انفاتكات بلحضور ديالك في هذا البرنامج شكرا موراد وشكرا كذلك لجميع التقام لتسهر على إعداد هذا البرنامج نتلقى وقتين جاي إن شاء الله ونعاوده ونكمله ونوصله اندي جياز قدمت لكم هذا البرنامج الرياضي اشتركوا في القناة